قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم لا يحلد ممرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثي بالزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وهذا الحديث في اقتران الزنا بالكفر وقتل النفس نظير الآية التي في الفرقان ونظير حديث ابن مسعود مر معنا يعني لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا من قال ذلك؟ من قال ذلك ياسر؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني مر معنا أن هذا القول للإمام أحمد رحمه الله أبو علي يقول وجاء عن ابن مسعود نعم لكن الإمام هنا في صفحة 214 لا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا قاله الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله قال وبدأ صلى الله عليه وسلم بالأكثر وقوعا والذي يليف الزنا أكثر وقوعا من قتل النفس وقتل النفس أكثر وقوعا من الردة وأيضا فإنه انتقال من الأكبر إلى ما هو أكبر منه أي في هذا الحديث وهذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيب هل ذكره النووي في الأربعين هل ذكره النووي موجود في الأربعين من أحاديث الأربعين فهو من جوامع كلم النبي قال ومفسدة الزنا مناقضة لمصالح العالم فإن المرأة إذا زنت أدخلت العارة على أهلها وزوجها وأقاربها ونكست رؤوسهم بين الناس إن حملت من الزنا فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل وإن حملته على الزوج أدخلت على أهله وأهلها أجنبيا ليس منهم فورثهم وليس منهم ورآهم وخلا بهم وانتسب إليهم وليس منهم إلى غير ذلك من مفاسد زناها انظر إلى هذا الكلام من هذا العالم الخبير قال هنا ومفسدة الزنا مناقضة لمصالح العالم بمعنى إذا فسدت المرأة فسد العالم كيف ذلكم الأنساب تختلط ولا بود ضروا إلى بلاد الكفر يعني كم من أولاد الزنا ومن اللقطاء يعني دور يعني شاسعة تكفل وتقوم على هؤلاء بسبب الزنا في الحديث أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث الخبث الزنا ولد الزنا وهناك تفسيرات إذا هي مناقضة لمصالح العالم وهناك كلمة أتمنى لو توجد في كتاب الفروسية لابن القيم يقول الغالب أن فساد الدول والأمم يكون بفساد المرأة فإذا فسدت المرأة فسدت البلاد وتهدمت الدول قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فهي فتنة عظيمة ولهذا المرأة تعرف مكانها ووضعها وإن خرجت خرجت لحاجة وقد تحجبت وغطت ولا يظهر منها شيء نعم المرأة المسلمة يجب عليها أن تحمد الله على هذا الشرف الواحد من المسؤولين الكبار والرؤساء يحتاج إلى مرافق هكذا وأقل رجل مسؤول وراه عسكري صح هذه المرأة زوجها هو جنديها إن خرجت معها نعم غطي انتبهي أسدلي وراي يعني حارس حارس هو يحرسها أليس هذا من الشرف لها والله الشرف أما تلك التي بدون حارس تذهب أينما شاءت وأينما أرادت لا تأمن على نفسها المرأة التي يغار زوجها عليها يحبها صح هو يحبها لكن زوجة قل لزوجته خذ الفلوس وذهبي تقضي وإجمعي وذهبي إلى فلان هذه مرأة صيرها عبدا لا يحبها أبدا لكن إذا غار عليها فهو يكرمها قال فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها ونكست رؤوسهم بين الناس إن حملت من الزنا هذه الجريمة وصمة في الوجه وهي عار هناك رؤوس علية وحصون منيعة هذه الجريمة تنكس تلك الرؤوس وتهدم تلك الحصون إذن المسألة خطيرة جدا ولهذا يعني سيأتي في الحديث نعم سيأتي معنا نعم إن شاء الله تكلم على الغيرة هنا بكلام جيد قال رحمه الله وإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل لا إله إلا الله بحان الله إذن السيئة تجر سيئة السيئة لها أخوات نظرة بعد النظرة زنا بعد الزنا يعني حمل بعد الحمل قتل وعلى هذا الحال وربما تخلصت من يعني تضعه في يعني كرتون أو ما أشبه ذلك وتضعه في باب مسجد أو على مدخل سوق أو في مكان يتجمع فيه الناس سبحان الله اللذة اللذة التي تكون ساعة تعقبها حسرات إلى قيم الساعة وعلى هذا الحال فالحفاظ الحفاظ قال رحمه الله وإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل وإن حملته على الزوج يعني جعلته أنه من أولاد زوجها وهو من أجنبي قال هنا أدخلت على أهله وأهلها أجنبيا ليس منهم فورثهم وليس منهم ورآهم وخلا بهم وانتصب إليهم وليس منهم نعم إذن الكلمة الأولى مفسدة الزنا مناقضة لمصالح العالم يعني دمار دمار كامل قال رحمه الله تعالى وأما زن الرجل فإنه يوجب اختلاط الأنساب أيضا وإفساد المرأة المصونة وتعريضها للتلف والفساد ففي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين وإن عمرت القبور وإن عمرت القبور في البرزخ والنار في الآخرة فكم في الزنا من استحلال حرومات وفوات حقوق ووقوع مظالم وربما قامت الحرب على ساقها وقتل في القرية الواحدة كذا من العدد سبب هذه الجريمة تسبب العداوة والبغضاء لكن من قنع واقتنع بما أحل الله له فترى الأمن السلامة الاحترام والحفاظ على الأنساب الله المستعام